السلام عليكم راح نكمل في ملخص الامبريولوجي ووصلنا للسكندويك أو الأسبوع الثاني من حياة الجنين طيب نتذكر احنا في الأسبوع الأول انتهينا باشي اسمه البلاستوسيست هاي البلاستوسيست فيها inner cell mass و outer cell mass اللي هما التروفو بلاست الآن في الأسبوع الثاني بيصير عنا مجموعة كبيرة من التغيرات وبنوصف هذا الأسبوع انه week of twos أسبوع لاثنينات الأسبوع الثاني هو أسبوع لاثنينات كثير فيه أشياء تتحول لشغلتين المهم نبدأ أول إشي انه احنا الآن عبارة عن inner cell mass هاي اللي عن جد راح تعمل الجنين والأوتر اللي هي التروفو بلاست هاي الزومبيز اللي بدها تروح تاكل رحم الأم وتجيب البلاد منه أوكي شو بيصير عندي فيه تغيرات على مستوى التروفو بلاست لاحظ انه التروفو بلاست صارت طبقتين طبقة الخلايا منفردة فيها فبنسميها سايتو تروفو بلاست انه تروفو بلاست بس سايتو يعني خلية انه كل خلية لحالها هاي خلية لحال هاي خلية لحال هاي خلية لحال لكن في الطبقة الخارجية بيصير عندي اشي اسموه سنسيشيو تروفو بلاست بتتحد الخلايا كلها مع بعض عشان تفوت تاكل رحم الأم وتجيب الجنين طبعا ببالغ يعني بس عشان تضلك متخيلها أوكي سو أول اشي صار عندي طبعا هما كلهم بيصيروا بنفس الوقت بس أول اشي حكينا انه لتروفو بلاست صارت طبقتين طبقة اسمها السايتو وطبقة اسمها السنسيشيو تمام هلأ كل ما تبقى بدنا نحاول يعني غالبا انسى لتروفو بلاست رح ناخدها هون لحالة في اشي اسموه البلاسنتا بس خلينا نركز على الجنين الجنين كان عبارة عن كرة خلينا نحكي اسمها الانرس الماس بتتحول الى شريط من طبقتين اسمه الباي لامينار ديسك هو لو تيجي تطلع عليه هيك شكله هاي الطبقة الاولى وطبقة ثانية تحته فعرفت عليه هو زي الدسك زي الشريط يعني لو تطلع عليه من فوق هيك شكله احنا بتتخيل انه مااخد مقطع عرضي انه هو هيك هيك شكله هاي الطبقة الاولى وهي الطبقة الثانية لكن انا اخدت مقطع عرضي فانبين معي بهذا الشكل الان الجنين عبارة عن باي لامينار ديسك طبق او يعني شريط من طبقتين طبقة علوية اسمها ايبي بلاست بلاست معناها مولد زي كل الخلايا المهم انه ايبي بلاست هي الطبقة الفوقية وهايبو بلاست طبقة سفلية الاهم هي الايبي بلاست الايبي بلاست هي احنا يعني انا بالنهاية انا نتجت من هاي الايبي بلاست الهايبو بلاست بتعملي اشياء وبتساعدني وبتروح زي هاي التروفو بلاست بتعملي اشياء وبتعملي المشيمة وبتروح لكن مين انا انا الايبي بلاست المهم هاي صارت طبقتين وهاي صارت طبقتين وكل واحد في فوق كيس فبالنهاية عندي كيسين كيس فوق الإيبي بلاست اسمه الأمنيوتك كافتي هاي اللي احنا بنسميها ميت الراس شفت لما بباب الحارة على الأقل لما نحكي انه ولدت وبصر شو نزلت ميت الراس نزلت ميت الراس هي الأمنيون هذا أو الأمنيوتك فلويد أو الأمنيوتك كافتي هذا بالمستقبل رح يحوط الجنين ويصير الجنين يشرب منه بغض النظر مهم هاي المي اللي حوالين الجنين تحت الجنين بيكون عنا إش اسمه يولك ساك كيس أصفر بالضبط زي سفار البيض شف انت سفار البيض اللي بتاكله هو اليولك ساك يعني انت كان عندك زي البيض لو أخذناك وفأسناك رح أطلع منك زي السفار اللي موجود عند البيضة أوكي فيعني هذا هو اليولك ساك نفسه نفسه بالضبط اللي انت بتشوفه اللي انت بتاكله لما يعني تقلي بيض مثلا أو كذا ما هو بالنهاية هذا الجاجة هاي هي بالنهاية حيوان ونفس الإشي بكون تكونها متشابه وعندها يولك ساك زي ما انت عندك يولك ساك أوكي طيب المهم هاي صارت طبقتين سايتو سنسيشيو هاي صارت طبقتين إيبي وهايبو فوق عندنا كيس أمنيون وتحت عندي كيس اسمه اليولك ساك بعدين هذا اليولك ساك الغطاء تبعه اسمه هاوزر ميمبراين على اسم العالم معلومة مش مهمة المهم بصير يصنع لك هذا الاشي اللي باللون الأحمر شوف هذا اللي باللون الأحمر هيك بيكون معبي المكان كله ما بيكون بالأول فيه فراغ أوكي بيضل يصنع لك هذا اللي باللون الأحمر اللي باللون الأحمر طبعا هو بالحقيقة ما بيكون لونه أحمر بس ليش أنا برسمه لون أحمر هو ميزو ديرم ميزو ديرم عنده القدرة أنه يكون بلد فيسلز أو عية دموية فبنسميه ميزوديرم لكن دير بالك لازم هون تحكي لأنه إكسترا إمبريونيك ميزوديرم يعني ميزوديرم خارج الجنين هذا بعمل بلد فيسلز بس مش بلد فيسلز تبعوني بلد فيسلز للمشيمة عشان يساعد على التبادل بيني وبين الأم لكن ما بعمل شراييني يعني هلأ الشرايين اللي عندي أنا يجو من ميزوديرم ثاني هايو خلينا هيك نعمل سكيب في عندي هون ميزوديرم إلي هذا الميزوديرم وين هو هايو اللي هون هذا إلي اسمه إنترا إمبريونيك ميزوديرم لو ما حكيت لإنترا إمبريونيك ميزوديرم لحالة بتكفي إنه هذا اللي هو إلي هذا اللي هون بيشبهه بس مش إلي هذا إكسترا إمبريونيك ميزوديرم ما رح أستفيد منه أنا بعد الولادة لكن أثناء وأنا يعني جوه الرحم كنت من خلال هاي اللي بلد فيسيلز ناخد ونسرق من دم الأم وأتغذى أنا المهم هذا الاكسترا امبريونيك ميزوديرم بتموت الخلايا اللي بالنص فبيصير طبقتين وماشية مع قصتنا الويك أوف توز فبيصير طبقتين طبقة سبلانكنك يعني حشوية يعني داخلية سومتك يعني جسمية أو جدارية يعني خارجية شوفت كيف انت هذا الاكسترا امبريونيك ميزوديرم صار طبقتين سبلانكنك وسومتك وصار جواته كافيتي اسمه الكوريونيك كافيتي كوريون يعني مشيمة فإنه كافيتي بالمشيمة أو اكسترا امبريونيك سيلوم أنا آسف المسميات كثيرة بس مش أنا اللي اخترعتها هيك هي الامبريولوجي الآن ليش اكسترا امبريونيك لأنه خارج الجنين بالمستقبل في واحد زيه رح يكون عندي هايه بس ايش اسمه انترا امبريونيك سيلوم او سيلوميك كافيتي هذا الي لكن وراح يضل عندي يعملي البريكارديم لبلورا بيضل الي لكن هذا مش الي الي هون فاسمه اكسترا امبريونيك سيلوميك كافيتي او سيلوم اوكي طيب نحاول نقرأ يعني ونفهم الاشياء الامبريو بلاست صار باي لامينار ديسك شريط من طبقتين اي بي بلاست طبقة علوية وهي عام للفلور للامنيوتك كافيتي وهايبو بلاست كانت قريبة من البلاستوسيل بس ما هي بيتبطل البلاستوسيل كانت هون قريبة من البلاستوسيل بس بعدين بصير اسمها يولكساك فالمهم انه هايبو اي بي طيب لتروفو بلاست صار الطبقتين سنسيشيو اللي هي الطبقة الخارجية اللي اتحده الخلايا والانر اللي هي السايتو كل خلية لحالها وعندي تو كافيتيز عندي امنيوتك كافيتي بيجع اليوم الثامن واليولكساك على اليوم التاسع اليولكساك بيمر بعدة تغيرات فمرات بنحكي برايماري برايمورديال ما اليك بهاي الكلمات المهم انه عندي الامنيوتك كافيتي فيوا خلايا اسمهم امنيوا بلاست غد النظر مهم انه عندي الامنيوتك كافيتي بصراحة اوكي هم عاملين الروف يعني هADول الخلايا اللي هون هم الامنيوبلاست والفلور القاعدة هي الأيبيبلاست بالنسبة اليولكساك الهاي بلاست عامل الروف السقف والخلايا هاي تاعت هاوزر ممبرين عاملا الفلور اوكي يوث العبرiami Zeiten عامل الولز او الحيطان تابعونا والروف جاي من الهاي بلاست قد النظر المهم أنت تعرف الموجود طيب بعدين صار عندي Extra embryonic mesoderm اللي هو عبارة عن نسيج بين Cyto trophoblast واليولكساك وجاي أصلا من خلايا اليولكساك أوكي بعدين بصير في عندي cavities بيتحدو المهم بصير عندي Extra embryonic mesoderm الآن صار فيه cavity اسمها Extra embryonic selum أو selomic cavity والchorionic cavity لازم تحكي لي Extra embryonic selum ممنوع تحكي لي selum لحالها لأنه في عندي واحدة برة وواحدة جوة بعدين بتنقسم لطبقتين somatic somatopluric سيبك من كلمة pluric عادي و splanchnic أو splanchnopluric المهم أنه أنت somatic و splanchnic splanchnic اللي هي الحشوية اللي هي قريبة من اليولكساك somatic جدارية اللي هي قريبة من Cyto trophoblast المكان الوحيد اللي بيضلوا connected في هذا المكان اسمه connecting stock الخيط المعلق أوكي ليش لأنه بيعلق الجنين هذا بالمستقبل بيصير الحبل السري يعني هذا هيك بعدين بيصير الجنين أوكي هاي الجنين هيك وهذا الحبل السري تبعه عشان ياخد بالنهاية الدم من الأم أوكي مش الدم direct لبس الغذاء ومحتويات الدم connecting stock هو اللي بيعمل الامبلائيكال كورد إذن شو الفيت يعني شو مصير الconnecting stock بيصير امبلائيكال كورد يعني أو شو مصدر what is the origin of the amblycال كورد بيحكي الconnecting stock أوكي كمان ملخص للي حكينا سو البلاستوسيست كان في عندي outer اللي هي التروفو بلاست وإنر اللي هي الإمبريو بلاست الأوتر صارت سينسيشيو وسايتو أوكي التنتين بصراحة بيساهموا بالسيركوليشن بالدورة الدموية بين اليوترس والبلسنتا يعني بصراحة هاي مش بس خاصة على الأوتر يعني صحيح إنه هي الأوتر هما اللي أكثر بيشتغلوا زي الزومبيز وبيروحوا بيشربوا من دم الأم طيب عندي inner cell mass صارت epiblast وهايبوبلاست الهايبوبلاست هي اللي عملت اليولكساك بعدين هي اللي عملت الاكسترا إمبريونيك ميزوديرم اللي بعدين صار فيه طبقتين طبقة سبلانكنيك وطبقة سوماتيك أوكي المكان الوحيد اللي يظلوا كونيكتد هو عندي الكونيكتنج ستوك أوكي طيب تعال نخلص من البلاسنتا أو المشيمة المشيمة هي نقطة التبادل من دم الأم ودم الجنين ممنوع يختلطوا مباشرة صحيح بيحكي لك انه cytotrophoblast بروحوا بيشربوا من دم الأم بس أنا كجنين ممنوع تدخلي دم الأم فبيصير عندي تبادل بوساطة هاي البلاسنتا عشان هيك البلاسنتا جاية من مكانين في مساهمة من الأم هي الدسجوة بيزالس مش حكينا الدسجوة هي الاندومتريام أوف بريغنانسي اللي موجود تحت الجنين اسمها بيزالس فهاي الدسجوة بيزالس هي مساهمة الأم في البلاسنتا ومساهمتي أنا في البلاسنتا كجنين هي الكوريون أو اللي هي التروفوبلاست أوكي بيكون هون اسمها كوريون فرندوزم بقية التروفوبلاست في الأماكن الأخرى يعني شوف وين الرسمة تبعتنا هيها فهذا اللي هون أوكي راح يساهم في المشيمة اللي هون مش كثير أوكي فلهم أسماء مختلفة برضو وليش بحكي لك يامي شو راح تتغير حياتك وليش بس تحفظهم للامتحان اللي فوق هاي كوريون فرندوزم اللي تحت كوريون ليفي معلومة مش مهمة بحياتك ولا حتى في النسائية مهمة بس يالله كوريون ليفي و كوريون فرندوزم فرح يسألك شو اللي بيشكل البلاسنتا بتحكي لي كوريون فرندوزم هي مساهمة الجنين والدسجوة بيزالس هي مساهمة الأم أو الرحم المهم هدول الخلايا زي الزومبيز بيضلوا بيضلوا يحفروا 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 لحد ما يوصلوا دم الأم بيعملوا لكني يعني زي مسبح من الدم أو أنه لكني معناها فراغ أو تجويف فبيصير في عنا بركة الدم من الأم أوكي والبلسنتا للحفظ بتمر أو هدول الفلاي هدول زي أصابع أوكي بيمروا بثلاث مراحل برايماري سكندري تيرتشري أوكي برايماري لاحظ كيف بتكون إنه من بره سنسيشيو من جوه سايتو سكندري لما يدخل جواها الميزوديرم هذا الميزوديرم اللي هون أوكي لما يدخل جواها من هون هيك أوكي بيصير اسمها سكندري لما يتكون جواه بلد فيسلز بيصير اسمه تيرتشري طالما إحنا مش متعمقين أكثر بديش أحكي لك أكثر من هيك أوكي صار عندي كوريونيك فيلاي فيلاي يعني أصابع أوكي كوريون اللي هي مساهمة الجنين من المشيمة المهم عندي أشياء زي الأصابع اسمهم كوريونيك فيلاي بيضلوا يحفروا ليوصلوا دم الأم وبيعبوا ببراك اسمها لكوني والهم مراحل البرايماري بيكون فيها سنسيشيو وبعدين سايتو السكندري بيكون فيها سنسيشيو بعيدين سايتو وبعدين ميزوديرم تيرتشري بيكون فيها سنسيشيو بعدين سايتو بعدين ميزوديرم بعدين بلد كابيلاريز يتكون فيها بلد فيسلز أوكي يعني هون لو لو زبطنا الترتيب هيك أحسن لأنه من برا لجوة يكون أنتك سنسيشيو بعدين سايتو بغض النظر طيب البارت للكوريون الكوريون هو زي ما حكينا مساهمة الجنين من المشيمة اسمه كوريون في منه كوريون فرندوزم هو اللي عن جد بعمل البلاسنتا كوريون لي فيها ملوش قيمة هو اللي موجود هون حوالين الدسج وكابسول هارس اللي هون هذا هو اللي بيهمنا اسمه كوريون فرندوزم طيب خلصنا الأسبوع الثاني بس أهم إشي هلأ طنشلي البلاسنتا في أغلب الحالات رح نشيل البلاسنتا وحتى رح نشيل هذا الاكسرا إمبريونيك ميزوديرم نشيل كل إشي نركز على الإبيبلاست لأنه هاي الإبيبلاست هي اللي رح تعمل الجنين المهم احنا كنا شريط من طبقتين في الأسبوع الثاني في الأسبوع الثالث بصير شريط من ثلاث طبقات ترايلة من أردس سهلة للحفظ أسبوع الثاني شريط من طبقتين أسبوع الثالث شريط من ثلاث طبقات كلهم جايين من الإبيبلاست دير بالك كثير من الناس يخربطوا و يفكروا انه هاي الطبقة اجت من الهايبو لا الهايبو بتختفي بيظل عندي بس الايبيبلاست بتهاجر خلايا بتفتح باب اسمه البريمتيف ستريك خط اولي هذا الخط هو باب لهجرة الخلايا بتصير تهاجر الخلايا من فوق لتحت اول خلايا بتهاجر بتحل محل الايبيبلاست يعني هيك بديك تتخيلها هي الايبيبلاست وهي هون الهايبو هاجرت خلايا اجت محل هاي محل هاي محل هاي حلت محلها صار اسمها الهايبوبلاست عفوا صار اسمها الاندو ديرم اندو يعني داخلي بعدين بتهاجر كمان خلايا بالنص بصير اسمها الميزو ديرم الخلايا اللي تبقت اسمها الايكتو ديرم فكلهم كلهم كلهم جايين من الايبيبلاست بس اول خلايا هاجرت راح تحلت محل الهايبوبلاست صار اسمها اندو ديرم بعدين في خلايا بتهاجر وبتقعد بالنص بصير اسمها ميزو دير الخلايا المتبقية اسمها اكتو دير كلهم جايين من الابي بلاست وشو هو البرميتف استريك هو خيط عبارة عن طريق لهجرة الخلايا هاي العملية اسمها غاستروليشن انا ما بحب الاسم كثير بصوه هيك معتمد في الامبريولوجي هو غاستروليشن لانه بنكون بطن هو الفكرة انه بعدين راح يصير فيه عندنا فولدين ويصير عندي بطن جوه هلا لا بس خلص هي اخدت هذا الاسم حجزوه لو انه مش دقيق بس هيك الامبريولوجي شغاله اوكي عرف الاسمها هي عملية تحول الايبي بلاست الى اكتو ميزو اندو اوكي بتصير متى بتصير في الاسبوع الثالث هلا اللي بدي ايك تتخيله بعد الاسبوع الثالث هلا احنا شريط من ثلاث طبقات بعدين بنصير التيوب من ثلاث طبقات ولساتك تيوب من ثلاث طبقات هايك شوفوا انت جنين هايك كان شكلك كنت زي المسورة هلا باعتبار نفس الاشي بس انه هون تكونت عينيك هذا صار الموت تبعت هون طلعوا ايديك وهون رجليك وهون صارت فتحة الشرج ففعليا انه لساته هايك تيوب بس طبعا بطل منتظم اوكي طيب اثناء هاي المرحلة بتكون عنا ايش اسمه نوتو كورد احفظوا للامتحان النوتو كورد هو عمود فقري مؤقت طبعا غلط احكي فقري لانه مش فقرات بس انه زي العمود الفقري يعني بيعطي دعامة هلا انت عليش عندك عمود فقري بيعطيك دعامة لو ما عندك عمود فقري كان انت من الرخويات كان هلاك انت مرتخب بقدرش توقف ولا تقعد اوكي فعندك اشي صلب في ظهرك بيعطيك دعامة الجنين كمان كان عنده اشي اسمه النوتو كورد عمود فقري مؤقت دير بالك بدي يعني اأكد لك عليها مليون مرة انه مؤقت 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 ما بيضل يعني لو اجي تسألتك من وين بيتكون العمود الفقري ممنوع تحكي لي من النوتو كورد مش من النوتو كورد النوتو كورد بيختفي بعد فترة اوكي وبيجي محله من مكان ثاني عمود فقري طيب المهم امام النوتو كورد عمود ايش اسمه البري كورد البليت وورا عمود ايش اسمه الكلواك الممبرين اوكي هدول عبارة عن مكانين رح يفتح وهذا رح يفتح يصير فتحة الماوت وهون رح يصير فتحة الشرج بس بغض النظر والجهاز البولي المهم هلأ انت بديك تعرف لاحظ انه هون الكلواك الممبرين منطقة ما فيها ميزو دير بس هون اكتو و اندو هون في اندو وميزو اكتو اندو ميزو اكتو اندو ميزو اكتو اندو ميزو اكتو هون اندو اكتو صح ما في ميزو لالامتحان اعرف انه الكلواك الممبرين منطقة فيها فقط اكتو و اندو بدون ميزو اوكي الگastrolation تحول البايلامنر الى الترايلامنر وكلهم كلهم كلهم يجوا من الابيبلاست اول هجرة بتيجي replaces the hypoblast بروح الهايبوبلاست بصير عندي اندو دير اوكي فيه اشياء بنزلوا تحت بعملوا الانترا امبريونيك ميزو ديرم مش مضطر تحكي لي انترا امبريونيك يعني هاي انه اذا برا حكي لي اكسترا امبريونيك لكن اذا جوا عادي لو ما حكيت لي انترا امبريونيك اوكي ما تبقى the remaining part هو الاكتو اوكي في عندنا مناطق فيها اكتو ديرم and اندو ديرم with no intervening ميزو ديرم يعني ما في ميزو ديرم بالنص لكلواكا الممبرين والبريكوردال بليت طيب وليش عندي نوتو كورد هو temporary axial skeleton هو زي كأنه عمود فقري مؤقت replaced later by vertebral column يعني هل بتحول لvertebral column لا 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 اوكي بس بيجي محلو vertebral column الآن نبدأ خلص خلصنا اهم ثلاث أسابيع وكل ما ندرس امبريولوجي في المستقبل رح افترض انك بتعرف اول ثلاث أسابيع بتعرف شو صار بالاول شو صار بالثاني شو صار بالثالث الآن نعطي نبذة عن الderivatives رح ندرسها اكثر بالمستقبل اللي هو كل طبقة شو بتعطي هاي شو بتعطي هاي شو بتعطي هاي شو بتعطي خلينا نحكي عنهم نبدأ اولا بالإكتو ديرم derivatives لاحظ انه الإكتو ديرم هي الطبقة إكتو اصلا معناها خارجي لما نلف هي صارت تحوط الجنين بكامل الاتجاهات صح ولا لا فبكل بساطة بتعمل الأشياء الخارجية الجلد أهم اشي من الإكتو ديرم هو الإبي ديرمس تبع الجلد فالإكتو ديرم مين اللي هو الطبقة الخارجية فبعمل الإبي ديرمس تبعت السكن بالإضافة لاحظ انه بيكون هيك بيظل ينزل منه أثناء وهو قعد بلف لاحظ بنزل منه ايش اسمه نيورال تيوب هذا اللي هون هي عبارة عن خلايا إكتو ديرم دخلت جو الميزو ديرم وعملت التيوب من هون لهون هذا اللي نيورال تيوب هو الجهاز العصبي بكبر من هون بصير المخ ومن هون بصير عندي الحبل الشوكي أوكي فعلا بدون تفاصيل كتير المهم أنه من النيورال أو عفوا من الإكتو ديرم نزل عندي تيوب لتحت هيك ظل ينزل شوي 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 اسمه النيورال تيوب بالإضافة في خلايا كانت هون عاملة زي كريست كريست يعني زي عرف الديك استغلت الموضوع وهربت لما هاي سكرت هاي نزلت هربت لهون وهاي نزلت هربت لهون هاي الخلايا اسمها الانسي سيز هاي أغرب خلايا بتشوفها بحياتك هي اكتو ديرم لكن تقدر تعمل أشياء عديدة خلينا أعمل بوز وأكمل أوكي بعد تذلع الانترابشن نكمل هاي اللي نيورال كريست سل غريبة تقدر تعمل لك أشياء عصبية تقدر تعمل لك أشياء زي العظم أشياء زي العضلات فغريبة بدنا نحفظ هلا حفظ بالمستقبل اللي منفهمها أكثر لما نحكي عن الاكتو دير الاكتو دير شو بتعمل بدك تحفظ راح يجيك سؤال هذا من وين إجا أو هذا شو بيعطي هاي هيك أسئلة الامبريولوجي شو الاكتو ديرم بيعطي أو هذا الإشي من وين إجا تحكي لي إجا من الاكتو دير بعمل الإبيدير مستبعة الاسكن ما المتقم هو برا فأكيد راح يعمل الطبقة العلوية من الجلد بعمل النيروس سيستم آه من خلال النيورال تيوب بيكون عندي هون تيوب بنتفخ بيصير عندي هون البرين وهون السباين الكورد وبطلع منه أعصاب أوكي بالإضافة بيعمل لك سنسوري إبيثيليم طيب يعني خلايا عصبية خلايا حسية هي خلايا عصبية أوكي الجزء الخارجي من قبلة الأذن لأنه برا النيزل إبيثيليم برضو يعتبر برا بداية الماث يعتبر برا نهاية الأين الكنار يعتبر برا أوكي هذا حفظا صراحة هلأ صعب إحنا بالمستقبل بندرس كل إشي بالتفصيل لو علي ما بحفظ هذول اللي تحت بحفظ إنه إبيديرمس ونيرف السيستم والنيورال كريستسل للأسف حفظهم يعني لو إنه مذكور كل إشي فيهم عندي طريقة نرتبهم لكن الدكتور ذاكر لنا بعض الأشياء خلينا نحفظهم هو أكثر من يك بكثير أوكي سو بعطيك الجانجليا شو هي الجانجليا خلايا عصبية outside the CNS يمكن درستوها بالفيسيولوجي سو نحفظها جانجليا بالإضافة خلايا أخرى زي الميلانوسايت اللي بتعطي الصبغة السودة غليلسل خلايا مساعدة آدرينال ميضلة اللي هي تجويف الغدة الكذرية اللي بتفرز الأدرينالين أوكي سبتم يعني جدار بين الأورتة والبلموناري ترنك أثناء ما القلب بيتكون بيكون عندي شريان واحد بعدين بفصله بصير في عندي اللي هو الأورتة لحال والبلموناري ترنك لحال أوكي طيب بس هيك لا والله بتعملي كثير أشياء فليش اخترنا هذول يعني يمكن مش أحسن أشياء إحنا مختارينه بس هذا اللي موجود معك في المادة بدك تحفظه أوكي بحاول قدر الإمكان أني أساعدك أنه الأشياء الخارجية والنيورال تيوب والنيورال كريست كثير أشياء تحفظهم للامتحان طيب هذا الإكتودير الآن الإندودير الإندودير هو تجويف داخلي فهو كل الأشياء الداخلية يعني من الماث انزل للإين الكنال وتفتح هون فرع للرئة هون عندك الجهاز البولي هون عندك المثانة البولية أوكي فكل التجويف الداخلية أو البادي كافيتيز اللاينينغ تبعها بطانتها هي إندودير زائد صمي جلانز بعض الغدد نحفظهم بس لأغراض الامتحان لو عليه ما بحكي لك عنهم أوكي خلينا نشوف الإندودير سو الإبيثيليا اللاينينغ يعني بطانت الجهاز الهضمي بطانت الجهاز البولي المثانة البولية اليوريثرا اللي هي مجرى البول الأذن الوسطى قناة السمعية الداخلية هاي الأستيكيان تيوب أوكي والبارنكيما يعني شو معنى كلمة بارنكيما بالغدد في عنا جزء فعال وجزء غير فعال جزء غير الفعال اسمه ستروما الجزء الفعال اسمه البارنكيما طيب ليش منحكي هذا الكلام يعني أصل أنه ما نحكيها لا بس المهم أنه بعض الغدد زي مثلا تونسلز هي بالنهاية يعني عقد لمفاوية غدة الثايرويد غدة الكبد غدة البنكرياس يس الكبد يعتبر غدة أوكي هناك شيء أساعدك فيه لأنه في غيرهم كمان أوكي بس هدول المذكورين الله يعيناك أنها تحفظهم أوكي سو هيك الاندوديرم سو شفنا الاكتوديرم شفنا الاكتوديرم الميزوديرم أصعبهم بس مش كثير رح نفصل فيه تمام شوف ايش مشكلة الميزوديرم منحكي أنه الفولدنج تبع الاكتوديرم أسرع من الفولدنج تبع الاكتوديرم فبيخلي الميزوديرم ينسلخ لطبقتين لاحظ طبقة مشيت مع الاكتوديرم وطبقة مشيت مع الاكتوديرم لكن بالنهاية خلص رح يكمل فشو بترك عندي بترك عندي هذا التجويف اللي مبين بهاي الصورة أوكي خلاها تنسلخ فصار عندي انترا امبريونيك سيلوميك كافيتي شفنا اكسترا امبريونيك هون انترا امبريونيك سيلوميك كافيتي أوكي وهاي الميزوديرم تقسم إلى ثلاث مناطق ميديل أو شو يعني ميديل يعني داخلي يعني حولين المحور الاثنين نفس الاشي ميديل اللي هي هاي المنطقة طيب اللي بعدها اسمها انترميديا متوسط اللي هي هاي المنطقة اللي بعدها هي اللاترال وتقسم لطبقتين هاي اللي بعيدة ايش اسمها اسمها سوماتيك او لمهم سوماتيك وهي اللي هون اسمها سبلان كنيك يعني بشبه اللي حكينا قبل شوي عن الاكسترامريونيك المهم بدناش نفصل كثير بس الميديا الميزودير تنقسم بعدين لطبقتين لاحظ كيف عندي طبقة فنترل أمامية وطبقة ظهرية المهم بيعملوا إش اسمه سومايت سومايت اللي هي شايف هذا الشكل فق هاي اللي هي زي كيف السمكة زي مش عارف خياشين هذا هو السومايت بيكون شكل الجنين انتفاخات سومايت معناها انتفاخات هلا بحكي لك عنها المهم تقسم لمنطقتين هاي المنطقة اسمها سكليرو توم سكليرو يعني صلب وأنا عارف صارنا حكيين مليون مسمة في هذا الملخص سيكية الامبريولوجي سكليرو توم الطبقة الصلبة الطبقة الصلبة بتعمل إشي صلب وهو البون أهم الفيرتبرال كولوم فلو سألتك من وين بيجي الفيرتبرال كولوم إذا بتحكي للنوتو كورد يعني بصراحة رح نزعل من بعض نوتو كورد كان عمود فقري مؤقت من وين بيجي العمود الفقري الحقيقي من السكليرو توم تبع الميزو ديرم شوف الميزو ديرم تقريبا بيعمل كل إشي بدك إياه بيعمل لك عضلات بيعمل لك بلد فيسلز بيعمل لك طبقة الديرمس من الجلد اللي هي طبقة داخلية شو ما بدك بيعمل أوكي طيب ماشي وهاي اللي ضلت اسمها ديرماتو مايوتوم ديرماتو لأنها بتعمل طبقة الديرمس من الجلد وهي الطبقة الداخلية أوكي والمايوتوم لأنها بتعمل عضلات أوكي يعني هيك بشكل بسيط خلينا نحكي سو الميزو ديرم آه بس ما حكينا عن الباقيين طبعا الانترميديت أهم إشي تتذكر إنها بتعملك الجهاز البولي والتناسلي بس الأعضاء الداخلية تبعته يعني زي الكيدني زي التستيز الخصية عند الذكر أوكي الأوفاريز عند الأنثى يعني يوروجينيتال سيستم بدون تفاصيل سو الميزو دير من قسم إلى برا آكزيال اللي هي ميديل وإنترميديت ولاتيرال اللاتيرال أهم شي إنه صار فيها إنترا إمبريونيك زيلوميك كافيتي هذا بيعمل لك الكافيتيز الداخلية بري كارديم يعني حوالين القلب بلورا حوالين الرئة بريتونيوم حوالين الجي آي فهو عبارة عن مساحة لنمو الأعضاء أوكي ماشي بعدين وبينقسم لطبقتين سوماتيك خارجية وسبلانكنيك داخلية صعب الحفظ لأنه كمان مش يعني حطين كل المعلومات لكن لسبلانكنيك بتعمل عضلات للقلب بتعمل عضلات ملساء بتعمل أهم إشي هاي الطبقة الفيسيرل فيسيرل تساوي سبلانكنيك يعني طبقة الحشوية من السرس من برينز شو هم السرس من برينز هادون مش إحنا بنحكي القلب بيكون هيك حواليه كيس هذا الكيس اسمه بريكارديام هاي الطبقة اللي هون اسمها فيسيرل أو سبلانكنيك هاي الطبقة اللي هون اسمها بريتال أو سوماتيك فأكيد السوماتيك إنترا إمبريونيك ميزو ديرم راح يعمل البريتال لاير لهذول السرس من برينز و سبلانكنيك راح يعمل الفيسيرل لاير اوف هذول السرس من برينز والفراغ بينهم هو اسمه البريكارديام أو البلورا أو البريتونيام بالإضافة السوماتيك بتعمل بعض الاسترياتد موسيلز أو العضلات المخططة أو الهيكلية أوكي البارا أكزيال بتعمل سوماتيك مرات بنقدر نحكي إيش اسمه السوميتوميرز أنا برضو مش مع هذا المسمع خلاص نحكي لك سوماتيك ونختصر هلأ السوماتيك في منطقة الرأس والعنق لأنهم أصغر بيسموهم سوميتوميرز يعني سوماتيك إنه قطعة أصغر من السوماتيك طيب يعني شو بيهمني أوكي المهم إنه السوماتيك فيها الجزء الفنتروميديل يعني تحت ولجوة هايه صح تحت لجوة تحت ولجوة فنتروميديل هو السكليروتوم فالسكليروتوم راح يعمل ال فرتبرا الدورسولاترال فيو ديرماتوم وميوتوم الديرماتوم تعمل طبقة الديرمس من الجلد دير بالك الاكتو ديرم كان يعمل الإبيديرمس تبع السكن أوكي طيب هون والميوتوم تعمل بعض السوماتيك تعمل باعض بس في منطقة الفيس أنجو فبيعمل عضلات وبونز في هاي المنطقة اوكي نحكي خلص قربنا نخلص تمان مرة عن الفولدنج الفولدنج اللي احنا عملناه هو الاهم اسمه اللاتيرالفولدنج لاحظ كيف انه بلشك يعني من ديسك هذا كان هيك شريط طويل تمام حولناه الى ايش الى تيوب هذا الاشي اسمه لاتيرالفولدنج صار الجنين عبارة عن تيوب بنفس الوقت بصير انه كرينيو كود الفولدنج هذا الفولدنج اسمه لاتيرال يعني فولدنج جانبي هذا بعدين بصير عنه شوية فولدنج بس هيك بصير الجنين مقوس يعني مش كامل بلفت ما بصيرش زي كعكة اوكي لا بس انه بصير فيه شوية تقوس هذا اسمه كرينيو كودل كرينيو رأس كودل ذيل انه بين الرأس والذيل بصير عنا يعني فولدنج طيب ما رح ندخل بكثير تفاصيل لا المهم انه بيسكر الجنين بصير محاط بمية الرأس مش كان فيه هون الامنيوتك اللي هي ميت الرأس صارت محاطة فيه بكل الجهات صح ولا لا لانه هي كانت عفوا شو هذا اللي صار عندنا المهم كانت فوق الاكتوديرم لما الاكتوديرم لف بشكل كامل شو صار عندي صارت ميت الرأس حولين الجنين كله هلأ رح تقرأها المهم صار عندي عدة مناطق خلينا نقرأها من السلايد لانه مش كل اشي مذكور طيب ماشي الآن بحكي لك عن اشي اسمه الالن تويز بسمى اول مرة تسمع فيه شوف صحيح انه الاندوديرم لف بشكل كامل لكن بيضل فاتح على برة بعدة اشياء الالن تويز هو طريق للجهاز البولي برة الجسم لانه الجنين بيكون بيشرب وبيتبول وهو داخل الرحم فهذا الالن تويز هو عبارة عن بين المثانة البولية وبر الجسم هذا هو الالن تويز بالنهاية هو انه خلينا نحكي بين اليوريناري بلادر وطالع باتجاه اليولكساك اعتبرنا الدكتور محلومات انه في جزء منه جوه الامبريو بيكون طالع من اليوريناري بلادر بعدين نهايته بيصير اسمه اليوريكس اليوريكس كونيكت اليوريناري بلادر هذا الجزء تستطيع تسمي اليوريكس انا مش معينه نفوت بهي التفاصيل بس خلق كله اسمه الالن تويز فيه جزء اسمه اليوريكس فيه جزء قريب من اليوريناري بلادر وبره الامبريو بيكون طالع بس يعني بكون جوه الامبلايكالكور جوه الحبل السرى اللي موجودهون اوكي اللي هو هذا الجزء اللي طالع بعدين بالنهاية بسكر وش هاميتني انا هاي المعلومات بصراحة هلأ لما ندرس بالمستقبل الجهاز البولي بالملي بنحكي عنه والموضوع صعب شوي بس المهم هذا الالن تويز اوكي احفظ اللي موجود طيب نكمل عن الفولدنج الفولدنج يس صار عنا باي the end of the third week الامبريو ستارت تو فولد وبلج بيبلش شي كبر بصير عنا اللاتيرال فولدنج وعنا صفاله كودل اللي هو يعني هد ان تيل فولد انه هذا اللي هون لاتيرال من هون ومن هون وبالنهاية انه لما صار تيوب بس بتقوس شوي هذا اسمه كرينيو كودل طيب الان الامبريونيك ديسك صار cylindrical يعني صار تيوب وصار عندي البدي كافيتيز جوه من الاندوديرم الامنيوتك كافيتي صار سراونز الامبريو كمبليتلي كل مكان اليولكساك اغلبه اختفى ودخل جوه الجنين اوكي هيو هيك نسحب هون وينها جوه الجنين لكن بصير فيه عنده هون كونكشن بينهم مع اليولكساك الاندوديرم الان بتصير يعني ثلاث اجزاء عنا هون خلينا نحكي foregut midgut وhindgut اوكي طيب the part of the gut found in the head اسمه foregut fore يعني امامي اللي هو gut يعني جهاز الهضمي اوكي فالجزء من الجهاز الهضمي اللي عند منطقة الهد اسمه foregut اوكي يعني البطن الامامي اللي تحت اسمه hindgut يعني الخلفي واللي بالنص اسمه midgut طيب بيكون عنا ايش اسمه bacco pharyngeal membrane bacco pharyngeal membrane هي شوف هاي المنطقة كلها اسمها somato somato diem اوكي somato يعني mouth هاي رح تصير الغشاء اللي بيغطيها اسمه bacco pharyngeal membrane bacco يعني mouth pharyngeal يعني pharynx حنجرة اليون اسم انا اسف بس يعني هاي هيك هي المادة اوكي المهم انه عندي اش اسمه bacco pharyngeal membrane هذا بالمستقبل بذوب يعني انت هيك تخيل هلأ الماوث تبعك عليه كفر فانت ما بتقدر تاكل بس بالنهاية بذوب وبيصير الماوث مفتوح فيه شغلة غريبة وبرضو ما بحب انها مكتوبة هون وانت جنين بيكون فيه اشي مخربط تمك بيكون تحت قلبك اوكي بس بعدين انت بترفع راسك فانه بس يعني عشان هيك هون مكتوب شغلة انه بيحكي لك الماوث اللي هو الباكو pharyngeal membrane becomes syphalic اوكي يعني بيصير فوق في الراس والsyptum transversum اللي هي الحجاب الحاجز بيصير كودة لتحت زمان كان العكس والقلب بالنص زمان وانت جنين كان بشكل طبعا بسيط هاي القلب وهي الماوث تبعك وهي هون الحجاب الحاجز اللي هو يعني تحت اللنغز بعدين بيقلب هلأ ما اليك بضقة الموضوع في تفاصيل اكثر بس يعني عشان تفهم اللي مكتوب هون اوكي انه اشي غريب ليش نحكي عنه طالما احنا مش نفصلين ما بعرف يس بيصير عندنا swillings بيصير عندنا انتفاخات واحدة اسمها four brain swilling يعني مقدمة الرأس swilling وpericardial يعني حوالين القلب اللي هي شايف هذا الانتفاخ هون اسمه four brain swilling وهذا اسمه pericardial swilling بينهم اللي هو الماث stomatomedium او stomatodium هذا اللي هو يعني الماث او طريق الماث على الاقل خلينا نحكي that's it انا عارف فيه كثير معلومات المعلومات زخمة كثير هو يعني مش ملخص عن جد فيه كثير معلومات لو علي انا بختصرها لكن خلاص ان شاء الله انه قدر الامكان حاولنا نفهم الموضوع انرتبه بطريقة صحيحة نعطي رسومات عشان تقدر تتخيله لكن الجهد الاكبر عليك بدك تعيدهم وتحفظهم يمكن اخذنا اليوم مش اقل من خمسين مسمى جديد بدك تحفظهم لانه سؤال بيكون بيعتمد على حفظك لهذا المسمى that's it معلش انا بعتذر صوتي يمكن يعني عشان يمفلوز شوي لكن بحاول اني ما اتأخر عليكم that's it يعطيكم العافية وبالتوفيق اشتركوا في القناة